بسم الله الرحمن الرحيم أنا الدكتور مصطفى الجمال استشاري في أمراض القلب والشرين ما هو علاج جلطة الساق؟ سؤال يتكرر كثيرا أولا عندما يتم تشخيص الجلطة الوريدية في الساق يجب على المريض أن يلزم الفراش فورا لزاما تاما ويمنع من الحركة لأن هذه الخطرة تكون حديثة التكون وطرية وممكن أن تتحرك تنخلع تنفصل عن الوريد وتمشي مع تيار الدم إلى أن تصل إلى الرئة وهناك يحدث انسداد مفاجئ في شرايين الرئة الرئيسية وقد تكون خطيرة إلى درجة إحداث الوفاء المفاجئة لذلك من المهم جدا عندما يتم تشخيص الجلطة الوريدية في الساق أن يلزم المريض الفراش فورا ولا يتحرك ولا يحرك ساقه أبدا وهنا يبدأ العلاج أولا يتم رفع الساق على وسادة ليكون أعلى مستوها أعلى من مستوى الجسم ونبدأ بإعطاء المريض المميعات القوية عن طريق الوريد أو عن طريق الزرق أو الحقن تحت الجلد بكميات كافية لإحداث تسليل دم بجرعات تصل في الدم إلى جرعات علاجية متفق عليها دوليا ومجرد ما بدأنا في الحقن الوريدي أو تحت الجلد نبدأ بإعطاء المريض المميعات عن طريق الفم حتى تأخذ دورها ونقوم بوقف إعطاء المميعات عن طريق الوريد وهناك نوعان من هذه العلاجات عن طريق الفم هناك نوع يسمى الكومدين مثل الورفارين وهذا النوع يتطلب إجراء فحصات مخبرية لرفع مستوى السيولة عند الإنسان حتى يكون ما بين 2 إلى 3.5 في اللحظات تكون الخطرات الحادة ويبقى الإنسان على هذا المميع من 3 إلى 6 أشهر حسب وضع المريض هل هي أول مرة أو مرات متكررة أو حسب السبب الذي أدى إلى تكون الخطرة الوريدية في بعض الأحيان يكون سبب الخطرة الوريدية هو عدم تحريك القدم بشكل كافي سواء بمناسبة عملية جراحية أو بمناسبة ولادة وعندما ينتهي هذا السبب ويكون الإنسان يقوم بالحركة بشكل دائم من الممكن إيقاف المميع بعد 4 إلى 6 أشهر أما إذا كان السبب موجود ودائم والتجلطات الوريدية متكررة كأن يكون أن هناك خلل في الدم نفسه ففي هذه الحالة يجب على الإنسان أن يبقى على المميع مدى الحياة